بسم الله والسلام ورسول الله طبعاً كلكم عايزين تعرفوا نتيجة العيانة العشوائية تصحيح العيانة العشوائية لمادة اللغة العربية هي النتيجة الحمد لله مباشرة تحت عنوان 15% من إجمال طلاب السنوية العامة حصلوا على أكتر من 95 درجة في العرب يعني 15% من إجمال الطلاب العيانة العشوائية اللي هم صحهوها جابوا أكتر من 95 يواصل المصحيون في جميع القطاعات السنوية العامة على مستوى الجمهورية تقدير درجات الطلاب في المادة اللي هي مادة لغة العربية تدور نسبة النجاح حتى الآن حول نتيجة العيانة العشوائية تعدت 93% من نسبة النجاح أكتر من 93% الجمهورية أونلاين قالت أن أغلب الطلاب حصلوا على درجات ما بين 65% و 90% من أصل المادة يبقى معظم الطلاب جابوا من 65% ل 90% في الرنج ده وأن الحصلين على ما بين 95% ل 99% وصلوا إلى أكتر من 15% يعني أكتر من 15% من إجمالي العيانة العشوائية اللي بيصحوها جابوا أعلى من 95% لحد 99% وذي تعتبر نسبة كبيرة يعني دي بالنسبة لأنها عيانة عشوائية ويلاقوا أن 15% فيها جابوا من 95% أو 96% لحد 99% دي حاجة جميلة ما شاء الله يعني إن شاء الله درجاتكم هتبعوا من تحاني اللغة العربية ممتازة تأكد الدكتور غازي البنواني مستشار المادة أنه لم يتم تحديد توقيت معين للانتهاء من تصحيح اللغة العربية ما حطوش معاد معين أن هم ينتهوا تماما من تصحيح المادة العربية ليه بقى؟ لأن يعيزين يقضوا وقتهم عشان ما يبعدوا عن أي تصرع حتى يحصل الطالب على حقه كاملا من الدرجات وعوضح أن لجان التقدير وفرت كافة سبل الراحة لمصحين الذين لم يصدر منهم شكوى تذكر عبال إن شاء الله لما نشوف برضو نتيجة العيانة العشوائية بتاعة مادة اللغة الإنجليزية وهل هيحطوا فعلا في نموذج الإجابة زي ما أوضحنا في الخبر اللي فات هل هيحطوا فعلا في نموذج الإجابة رقم الصفحة من الكتاب دي كده هتبقى مشكلة كبيرة لأن موضوع الشكوى اللي تم تصعيدها هيتلغي لو حطوا فعلا جنب كل سؤال رقم الصفحة اللي موجود فيها اليام المقبلة هتبين الكلام ده إن شاء الله لو أنت لسه مشتركتش اشترك عشان تتابع معنا آخر الأخبار هسيب لكم رابط الخبر في أول تعليق شكرا من حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته